هكذا بدأت الأسواق في العراق شبه خالية من المتسوقين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي باتت صعبة المنال في شهر الخير والبركة ويؤكد عراقيون أن الأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق مع حلول رمضان بسبب التضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار والله قبل شهر رمضان ارتفاع ملحوظ أولاً الدولار صاعد فالناس عيشتها يعني علماً هو اللي يكاسب واللي عامل واللي هذا ما يستلم دولار يأخذ عراقي فانتبه تروح للأسواق والهذه كل منتجاتهم منبرة فبالدولار هنانا اش راح يساوه الناس تروح عليها مثلاً فرضاً فرضاً أي شيء مثلاً بطل مثلاً هذا البيبسي أو غارية أو اللبن أو الهاي كل زاد ربوا 500 ارتفاع الأسعار في العراق ليس فقط بسبب التضخم وانخفاض قيمة الدينار بل زاد عليه جشع التجار في شهر من أهم دروسه ومواعظه التراحم والشعور بالفقير ومساعدته وليس استغلاله ويتسأل عراقيون عن أسباب غياب الدور الحكومي في دعم الأسواق والعائلات المحتاجة لا هي العفو قبل شهر رمضان هي ارتفعت الأسعار سبب الدولار زين وجاني هسا شهر رمضان شهر رمضان العالم يعني هي جشع عندهم هي المفروض الدولة تدعم تدعم الأسواق كلها تدعم المواطن تدعم الأسواق تدعمها المواد الغذائية زين هي لا أكو دعم من الدولة لا أكو يعني حتى الإنسان حتى الإنساني هم ماكو زين الحصة التموينية هي له متوفرة الحصة التموينية هو سريت بالسوق الإهمال الحكومي للقطاع الاقتصادي أوصل العراق إلى ما هو عليها وتسبب بانهيار اقتصاده وقيمة عملته لينعكس ذلك كله على المواطن العراقي البسيط زين وين اللجان الاقتصادية والهيات الاقتصادية وين اللجان الاقتصادية بالبرلمان وين اللجان الاقتصادية بوزارة التجارة ليش ما يحددون للأسعار ليش ما يحددون للأسعار لعد شون دوركم التو إذا التاجر يلعب بكيفة والسائق يلعب بكيفة وذاك يلعب بكيفة لعد شون حاطك محمي ارتفاع معدلات التضخم في العراق في ظل الإهمال الحكومي لأي إجراءات قد تقلل من هذه النسب يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار بحسب تقارير مختصة